وخلال مؤتمر صحفين مع وزير الدفاع والخارجية الأيرلندي أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اللقاء تناول تأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية كما أكد شكري أن اللقاء تناول الأوضاع الصعبة في قطاع غزة مشيرا إلى التباحث بشأن ضرورة مواصلة الجهود لحل الأزمة الراهنة مباحثاتنا اليوم بالتأكيد تركزت حول الأوضاع في غزة وكانت فرصة لمرة أخرى التأكيد على ضرورة وقف الكامل لإطلاق النار دخول المساعدات الإنسانية الأفاق السياسية المستقبلية مرتبطة بإقامة الدولتين لكن في هذه المرحلة ونظرا للأثار البلغة الواقعة على المدنيين في غزة من جراء الأعمال العسكرية والمنافية وخالفة لقواعد خانون الدولي الإنساني العدد الضخم من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم والمصابين أكثر من 12 ألف فقدوا أرواحهم نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء وضع إنساني في الحقيقة لا يحتمل وضع لابد من وخوفه فورا لا يمكن أن تتخذ عمليات عسكرية تأتي بهذا الكام خلال فترة وجيزة من الضحايا المدنيين تحت أي ظرف من الظروف ترجمة نانسي قنقر